اهلا بكم مشاهدين الجمال في حلقة جديدة من حلقات صناع التعادة لو خزلوك اهل الارض هيجبر بخطرك رب السماء عظم المولى عز وجل عبادة جبر الخواطر وفضلها على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى غيرها من العبادات قال المولى عز وجل بكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاطهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون قدم المولى عز وجل جبر خاطر اليتيم بإطعامه وإكرامه على حتى الصلاة وهي ركن أساسي من أركان الدين الإسلامي وذلك لعزم أجر جبر الخواطر عند المولى عز وجل هنتكلم النهاردة عن جبر الخواطر هكلمكم من القلبي الكلام اللي من القلب بيوصل للقلب هحكيلكو عن قصص وحكايات عشتها وعشتها عن جبر الخواطر ومنتظر قصصكو وحكاياتكو على أرقامنا اللي هتزهر أمام حضراتكو على الشاشة دلوقتي هتكلم معاكم النهاردة من غير أي تحضير من غير أي ترديب هنحكي وندردش مع بعض يعني إيه جبر الخواطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم جبر الخواطر جامل اسم الله الجبار ممكن تجبر خاطر أخوك ممكن تجبر خاطر أختك بكلمة طيبة ومعاملة حسنة ممكن تجبر خاطر جارك إنك تحسن لي لو عنده مشكلة تساعده في حلها لو عنده مشكلة تشوفه ماله لو عنده ضائقة مادية تحاول تساعده بس من غير ما تحسسه بأي قلق من غير ما تجرح مشاعره نبقى نروعي مشاعر بعض نتقي ربنا في بعض نتقي الله في بعض ممكن تتقي الله في كل الناس صدقوني اللي بيكبر بخاطر حد ربنا بيكبر خاطره من سابع سمة واللي بيكسر بخاطر حد برضو ربنا بيكسر بخاطره ربنا رب قلوب صدقوني ربنا مطلع ربنا جبار ربنا كهار ربنا مطلع علينا كلنا مطلع على قلوبنا اعرفوا دايما ربنا مرائبكم في كل تصرفاتكم في كل أفعالكم ممكن تجبر بخاطر جارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصانا على سابع جار قال ليس منا من بات شبعان وجاره جائع جبر الخاطر ده من أعظم العبادات ما بالك بقى لو هتجبر بخاطر أبوك وأمك وصانا المولى عز وجل ببر الوالدين ممكن تبر أبوك وأمك بكلمة طيبة بمعاملة حسنة كنا صغيرين في البداية كنا صغيرين في البداية لا حول لنا ولا قوة طفل رضيع لا يملك أي قوة لسه أمك بتعلمك تمشي وتاكل وتلبس وتتحرك كبيرة خلاص ورجلك شالتك اتقل الله في والديك صدقوني ربنا هيجبر خاطركم خلاص انت واجعلنا بعد الضعف وقوة بعد الضعف وقوة خلاص انت بتبدأ بتبقى صغير ما فيش قوة لا حول لك ولا قوة بتبدأ في مرحلة الشباب بعد كده بتبقى خلاص كبيرت بيبقى فيه وهن نتقل الله في أبقى أنا شفته الفترة اللي فاتت دي قصص قصة الأم اللي ابنها طردها على السلم عشان خاطر زوجته أمرت بذلك صدقوني ربنا مطلع عليكم ربنا شايفكم ربنا مش غافل ما ينفعش نتكلم عن جابر الخاطر من غير ما نتكلم عن الحبيب المصطفى وسنة الحبيب المصطفى وجمال الحبيب المصطفى وخلق الحبيب المصطفى هحكي لكم عن موقف جميل قوي من السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيلي بعد الفقراء بقضح بطبق من العنب فتناول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول حبة فتبسم فدحك الرجل يكاد أن يجن من شدة الفرح وشدة السعادة أنه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خد منه حاجة وكمان بيتبسم خد الحبات تانية وتبسم برضو النبي عليه بدرساته والسلام والفقير فرحون جدا 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 متعجبين الصحابة لأنه تعودوا من سيدنا محمد إنما هو بيهادى بحاجة بيديهم منها فانصرف الرجل وبعد كده سألوا النبي محمد ليه رسول الله ما تتناش زي عدتك عدتك إما أي هدية بتجيلك بتتدينا منها بتعطينا منها بتوزع علينا منها قال لهم تزوقتوا الأولى فوجدتها مرة تزوقت الصينية فوجدتها أيضا مرة خاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو يجرح اليتيم إن حد من الصحابة يقول مثلا تعمى مش حيل مش جميلة ويسيب فيكسر خاطر الرجل الفقير ففضل إنه هو يتناول طبق العينة بكله وهو مر عشان خاطر يجبر خاطر الرجل الفقير شوفوا جمال النبي شوفوا خلق النبي لازم نقتضي بخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي أفضل الصلاة والسلام خير الخلق أجمعين أحكي لكم عن قصة تانية جميلة جدا من السنة جبر خاطر المولى عز وجل لسيدنا محمد من فوق سبع سماوات بعد ما النبي محمد خرج من مكة كان حزين بائد شديد الحزن يبكي لفراق مكة فكانت أحب البلاد لقلبه أحب البقاع لقلبه واستهانوا بالكفار ونكلوا وعزبوا أصحابه واستهانوا بدعوته رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خرج من مكة في البداية ربنا قال له جبر خطرك علينا يا محمد خطرك ذالي علينا أو يا محمد أنا هنصرك من فوق سبع سماوات فنزل القرآن على سيدنا محمد بواسطة سيدنا جبريل إلى يوم القيامة بيقول يا محمد أنت هترجع تاني مكة بس منتظر هترجع تاني مكة منتصر على الكفار هترجع تاني مكة رافع راية الإسلام هترجع تاني مكة رافع راية الحق شوفوا جمال رب العزة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا جبر بخاطر محمد سدقوني هيجبر بخاطركم بس أنتوا اتقوا ربنا في بعض راعوا ربنا في بعض هحكي لكم على حكاية جميلة قوي اتحكت لي من سيدة عندها ابن الابن ده كبير عنده أولاد تجوز وخلف وعنده خادمة بس مش مصرية الخادمة دي لقيت كل كاعة كده في منطقة الصدر فقالت لولدته فقالت لابنها قال لها تسافر بلدها زي ما بقول لكم كده مش عايزين وجع دماغ ومصاريف فتسافر بلدها أحسن تتعالجيني يمين شمال رفض ان هو خالص يعالجها فقررت ان هي تعالجها وتتولى الموضوع ده وتجبر بخاطرها فراحت حجزت ليها في مستشفى كبيرة جدا المستشفى رائعة تكلفتها عالية برقم وقدره يعني مش هنذكر الرقم وخلاص راحت حجزت وخلاص هتتلقى العلاج والكشف وكده كلمت ابنها بتقوله فين البنت قال لها بتحمي الأولاد مش فاضين لك زي ما أنا بحكي لكم كده بالضبط قالت لي قالت له طيب أنا عايزها ضروري وكده مرضيش نزلها خالص فقالت للسيدة السيدة اتكلمت مع النرس قالت لها خلاص أنا يعني عايزة أرجع الفلوس بتاعتي أو أقل المعاد قالولها ما ينفعش أقلش تأجلي المعاد لإن ده طيب انت خبتي من وقت المستشفى وما ينفعش تأجلي المعاد ولا ينفع تستردي فلوسك ادخلي يلا اكشفي قالت لها أنا ما عنديش أي حاجة خالص قالت لها ما بيجو برضو ما عنضمش أي حاجة وبيدخله وكشفه دخلت السيدة كشفت لقيت عندها كانسر في أول مرحلة من مراحله شوفوا عظمة ربنا دخلها تكبر بخاطر حد خدمة بسيطة لا حولها ليها ولا قوة معاش مال ما تملكش أي سلطة خلاص يعني هتنفذ الأمر اللي قلوه لها لقيت هي اللي عندها كانسر وعملت العملية بالفعل وتعالجت وبعد كده راحت الحج وراحت حجت وربنا عفاها أنقذت حياتها بواسطة جبر الخواطر هي رايحة تنقذ حياة حد ربنا أنقذت حياتها كانت ممكن ما تعرفش وتمشي فالحياة عادي خالص وبعد كده تتصدم أن هي عندها كانسر وحياتها تنتهي ناس كتير قوي حياتهم بتنتهي بالكانسر ما بيخدوش العلاج أحكي لكم حكاية تانية عن جبر الخواطر وأكيد شفتوها وسمعتوا عنها بس أنا أحكي لكم تاني للعزة والعبرة لعل لو عسى أكون سبب أن حد يجبر بخاطر حد أو أنقذ حياة حد يعني إحنا أقل للناس بس ربنا يجعلنا سبب دكتور حسام وافي أكيد شفتو القصة دي وسمعتو عن القصة دي حكاها في برامج كتير وحكاها على اليوشوب برضو منتشر جدا كان الترند في فترة أنه هو راح يكشف على بعض المشايخ الأجلاء كان تعبان فأكلمه أقل له دكتور أنا عايزك تيجي تكشف علي فراح اتكلمه بعض عن جبر الخواطر وذكر الآية اللي أنا ذكرتها في بداية حواري رأيت الذي يكذب بالدين إلى نهاية الآية وكلم معا عن جبر الخواطر وجان متأثر جدا وكان منبهر جدا بكلامه وكرر أنه هو أي حد يقبله هيجبر بخاطره تاني يوم كلموا بعض الجران قالوا له روح حد عندي تعبان فادخل العيناني المركزة بعد إذنك عدي عليه جبر خاطر فنزل دكتور حسام زي أي زوج مصري أصيل زوجته مديله قيمة طلبات عشان يجيب الحاجات في البيت عايز يدي حكايته على روايته وأكيد طبعا يعني موقف عظيم وموقف يقتضى به وهتشوفه بقية القصة حصل فيها إيه فمشي بالعربية خلاص متجه للماركت افتكر كلمة الراجل وكلمة الشيخ جبر خاطر عد عليه فرجاء عد عليه فعلا فأول زيئية أدخل العناية جات له جلطة في القلب شوفوا جلطة القلب بقى بتحتاج وقت قد إيه بيحتاج سرعة قد إيه يعني أنقص حياته مجرد ما دخل مجرد ما دوبه الجلطة دي وخلاص كان ممكن حياته تروح ربنا كتب له عمر جديد عشان هو قرر إنه هو يجبر بخاطر حج قرر إنه هو يطيب خاطر حج طيبه بخاطر حج قلولي بقى كم حد قسر قلبه كم حد اعتمد على الحد ووصق في حد ود عمر ود حب ود أمان ود استقرار ود عيشة وحياة والحد ده غدر به ليه بتكسره بخاطر بعض اتقوا يوما ترجعونا فيه إلى الله اللي بيكسر بخاطر حد ربنا من سابع سماء بيكسر بخاطره لو ليك على قلب حد سلطان بتكسرش بخاطره لو ليك على قلب حد سلطان بتكسرش بخاطره عشان ربنا هيطيب خاطره وهيطيب قلبه وهيرزقه وهيطعمه وهيرزقه باللي ما يستحملش عليه اي حاجة خالص في الدنيا وانت ربنا هيقتص منك بكل السبوع نبتقي ربنا في بعض عشان ربنا يكرمنا ندخل التصوير فعشان نتكلم عن جبر الخواطر من غير ما نتكلم عن مبادرة طاقة نور اللي هي الخير للخير الخير من غير ما نفعه ألو معايا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأول أنا عايزة صبح عليك يا مي وقولك روح قلبي روح قلبي حاببتي والله أنا مستفدق معانا مش عبير عبدالله زميلسي بس لا نائب رئيس مبادرة طاقة نور أهلا بكي حذرت قلبي بنورة الشاشة وحلقة رائعة بحييك على حلقة جميلة بنورك بنورك مفتقدينك والله يا حبيبة قلبي حاببتي يا مي عم لا إيه بجد اتكلمت في موضوع مهم جدا بشكرك بشكرك يا رب دايما أنا بقى عندي حسن ظنك احكي لنا بقى مبادرة طاقة نور وجبر الخواطر احكي لنا طيب طالما نتكلم عن مبادرة طاقة نور وجبر الخواطر أحب أعرف أستاذ المشاهدين على دور المبادرة وأهدافها تمام مبادرة طاقة نور هي عمل تطوعي مجتمعي بدلي تمام هي أهدف لمساعدة كافة انفاءات المجتمعية تمام سواء كانت أيتام أو زوية اشتياجات خاصة أو أمهات معيلة أو أمهات زوية اشتياجات خاصة تمام تمام وقتاك وقتاك زي ما احنا شايفين الثور قدامنا ماشاء الله الفريق متميز أه أستاذ محمود رئيس المبادرة عبير نائب رئيس المبادرة كل الاستفاف بتاعكم كل الفريق بتاعكم بتعملوا للخير في سبيل الخير اللي بيعمل تبرع بيوصل للمستحق فورا اه وبتدفعه كبان اسمحيلي أقولك انك تدفعه كبان اه تفضلي شغالك على أرض الواقع بننزل المستشفيات بننزل دور الرعاية للأيتام آآ بنساعد نفس كبير بنساعد أمهات معيلة وزاوي احتياجات خاصة آآ بنساعدهم معنويا ونفسيا دعم نفسي عن طريق الارشاد الأسري وطريق التربية الخاصة طبعا بقيادة الدكتور محمود عبد العزيز رئيس ومؤسس مبادرة طاقة مور آآ معانا فريق في كل المحافظات الفريق بتاعنا في جميع المحافظات آآ يعني ان شاء الله نبقى في جميع المحافظات حاليا في محافظة القاهرة محافظة الأسكندرية محافظة المينيا محافظة آآ بنها وان شاء الله بإذن الله أنا بزيس لكم الخبر ان شاء الله هتتشم قريبا في السويس بأمر الله ان شاء ربنا بإذن الله يا حبيبين المنوفية يا شبين وانا حضرت ما شاء الله مجهود رائع ومجهود متميز آآ عايزين بس الناس تدعمكوا اللي عايز ببرا على حاجة انت بتبقى من إيدك لإيد آآ أستاذ ما إحنا بنقوم على لمة تبرات آآ قولي لي آآ أنا عايزة أعرف التباصيل منك بنشتغل كم متطوعين وبييجي معانا نفس متطوعين ما بنلمش أي تبرعه طيب اللي عايز يقدم خير اللي عايز يقدم خير يعمله ازاي بنفسه ما هو ده اللي أنا قلته آآ بييجي ويقدم الخير بنفسه من إيده الإيد اللي صح اللي احنا هنساعده صح يا حبيبتي احنا أي حد بيحب تعاون معانا أو عايز يعمل خير بيناخده معانا وبيقوم بعمل خير ده بنفسه إن كان بقى عنده علم ينتفع بها هيقدمه إن كان عنده حاجة هيقدمها لواجه الله أي حاجة هو بيعملها بنفسه ما بنلمش أي تبرعات من أي جهة أنا شفت بنفسي أنتو الله يبرك لكم بجد أنتو بتعملوا من جبكو كمان يعني لو حد لو حد محتاج ده بتعملوه حضراتي جيتي واحترتي معانا في محافظة المنفية وشفتي ظهرنا والتعاون اللي حصل مع مؤسسة البيهية لمحاربة مرض السرطان السادي وعملنا ندوات توعية ندوات توعية نفسية للأمهات محاربات السرطان في جميع المحافظات دخلنا محافظة القاهرة في نادي نقاب المهندسين برعاية نقاب المهندسين ودخلنا محافظة المنفية دخلنا محافظة الأسكندرية وعملنا ندوات توعية في جميع المحافظات من خلال مؤسسة البيهية عشان ندعم محاربات سرطان استادي ونديهم طاقة ونحجز لهم ونساعدهم طيب اللي حاسس يخشوا مستشفيات ويتعالجوا صح ويتعالجوا بطريقة صحيحة في وقت بسيط اللي حاسس بعراض سرطان استادي ممكن تساعده ازاي؟ وليلي ايه الخطوات؟ دي خط الساخن احنا تعاوننا مع مؤسسة باهية خط الساخن ده اي حد بيجي لنا احنا بنحجز له يعني اي حد بيجي عايز يكشف من خلال باهية احنا بنكون بالتواصل مع العلاقات العامة وبيتم الحجز ليه في خلال فترة بسيطة جدا من اسبوع لاسبوعين بالزبط ما بقاش فيه تأخير ولا بيبقى فيه دور ولا بيبقى فيه التفاصيل دي يكون الكشف والتحليل عليه مجاني من خلال مقدرة طاقة نور تمام اسماعيني من تليفوني عبير بعد اذنك مسابق ايوه اسماعيني من التليفون شكرا على انتصالك عبير افتينة جدا اللي حاسس بأي مشكلة او اللي حاسس بأي اعراض لسرطان استادي ممكن يتواصل معانا وهيطلقى الكشف السريع وهيطلقى العلاج السريع مبادرة طاقة نور مبادرة خيرية للخير فقط بدون منفعه وصدقوني محدش بيخبط على بابهم الا وبليساعدوه فيه كمان تعاون مع التربية خاصة حالات حاجات كتيرة قوي 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 هنتكلم في حلقة اكيد مع عبير هتقول لنا كل التفاصيل الخاصة بمبادرة طاقة نور لعمل الخير نرجع بقى الكلامنا تاني عن جبر الخواطر احكي لكم تاني عن جبر خاطر المولى عز وجل لسيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام بعد مجيه من الطقف وبعد ما الكفار عذبه اصحابه كان شديد الحزن ونكله بالدعوة واستهانه بالدعوة الاسلامية واستهانه بالرسالة طبعا حضرتكوا عارفين كل التاريخ قريتوا اكيدوا شفتوا الافلام اللي كانت بتحصل رسول محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لتعذيب واستهانه بتعويته وتارد عشان خاطر نبقى في النعمة اللي احنا فيها دي اللي هي نعمة الاسلام اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان سيدنا محمد رسول الله نعمة الاسلام دي اعظم نعمة انعم علينا بيها المولى عز وجل بعد ما جي من الطائف وكان شديد الحزن معذبين اصحابه نكله به استهان بدعوته من الكفار رجع البيت كانت السيدة عائشة كمان متوفية السيدة عائشة اللي كان بيتكلم معاها معانا اتصال فاضلت الشيخ احمد ساميري الازهري اهلا بيك فاضلت الشيخ معانا اهلا بيك يا فندم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بحييكي على عنوان الحلقة جبر الخواطر بشكر حضرتك جدا لا يفتى ومالك في المدينة فارك الله حضرتك جت لنا بقى كلمنا عن جبر الخواطر يعني جبر الخواطر يعني عبادة عظيمة يعني ورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه انه قال ما رأيت عبادة يتقرب به العبد الى ربه مثل جبر الخواطر اخيه المسلم يعني ذلك قالوا جبر الخواطر خلق اسلامي عظيمة يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت وأشخاص أرواح أحبابهم أزهقت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجبر الخواطر لذلك قادوا من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر تمام النبي يعني كمان يعني كان إذا رأى أحدا من أصحابه كان يسأل إن غاب أحد يسأل عنه يعني ومن يعني من عظيم جبره صلى الله عليه وسلم كان حتى جار اليهودي كان بيلقي عليه القمامة وما بأيش يعمل دوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سأل عليه نعم ولكن هذه القصة أنه اليوم كان يؤذيه ولكن اليوم سأله لما لم تأتي فتلقي الزبالة التي كنت تلقيها لا إنما النبي هو كان يؤذي النبي ومع ذلك النبي ذهب إليه عليه الصلاة والسلام وزاره وسأل عنه وهذا لعظيم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام عايزة أعرف من حضرتك جزاء قصر الخاطر في الشريعة الإسلامية إيه ورد المولى عز وجل من السماء بيباع إيه يعني هذا يعني أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى بل شوف يعني من كرم الإسلام إن النبي يعني ديننا عظيم طبعا النبي جعل فيه البسمة جبرا للخاطر لها ثواب عظيم فكيف بخاطر إنسان مسلم الإنسان يتق الله عز وجل وينظر إلى ما عند الله حتى يجد الثواب من الله يعني وهذا يحتاج إلى تواضع من الإنسان إنسان إذا تواضع وأخلص نيته لله يعني يسهل عليه هذا الأمر تمام يعني بنشكرك فعلا على الحلقة وبتقدم الشكر كمان للأستاذ عبير ومبادر طاقة نور يعني الحكاية بتاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد مخرج من الطائف نام في شدة الحزن وكان المولى عز وجل عالم به وقال له جبر خطرك علينا يا محمد خطرك غالي عندنا أو يا محمد نزل سيدنا جبريل فاتعينه لقى سيدنا جبريل قدامه بالبساط فاهتز البساط فرحا لرؤية الحبيب المصطفى فقال له سيدنا جبريل اثبت يا براق سيمتصيك خير الخلق أجمعين اهتزت براق فرحا فصعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للسماء العلا صعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للسماء العلا وبعد كده راح المسجد الأقصى واستفى الأنبياء جميعا كل واحد برسلته كل واحد بمحنته كل واحد برسلته كل واحد بمحنته استفى كل دول الصلاة اكراما ليه وتعظيما ليه بشكركم مشاهدينا الجمال يارب اكون موافقة النهاردة يا رب أكون سبب أن أي تنين متخصمين يصالحوا بعض أن أي حد يجبر بخاطر حد حتى ولو بكلمة اللي بيجبر بخاطر العباد ربنا اجبره بخاطر بعض عشان ربنا يجبر بخاطركو وإوعاه من كسر الخاطر وكسر القلب عزران اشتركوا في القناة